بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه المحاضرة الجديدة من مادة إدارة مشاريع البرمجيات في المحاضرة السابقة بدأنا نتكلم عن إدارة الجدول الزمني بالنسبة للمشاريع وتناولنا بالحديث بعض العمليات المفترضين أن نقوم بها لإدارة الجدول الزمني تكلمنا عن البروزيس اللولة اللي هي Plan Schedule Management البروزيس الثانية التي تناولنا بالحديث كانت Define Activities وكلنا عشان نحدد الجدول الزمني محتاجين نعرف كل النشاطات الموجودة في المشروع البروزيس الثالثة اللي كانت تحدثنا عنها كانت Sequence Activities واللي هو تحديد الاحتمادية الموجودة مع بين النشاطات في المشاريع وترتيب تنفيذ هذه النشاطات نواصل اليوم في نفس المجال المعرفي أو ال Knowledge Area اللي هي بتاعة السكدول وحنبدأ نتكلم عن باقية البروزيس الموجودة وحنبدأ بالActivity Duration أو Estimate Activity Duration طيب بالتأكيد بعد ما عرفنا النشاطات وعرفنا التتابع بتاعها من المهم انه حنعرف الزمن اللي بياخده اللي بياخده كل نشاط وعشان نقدر الزمن اللي بياخده كل نشاط محتاجين بالتأكيد للSchedule Management Plan لانه زي ما عارفين لسكدول Management Plan هيكون فيها Guidelines انه كيف نحن نعمل البروزيس دي محتاج للResource Breakdown Structure والResource Breakdown Structure هي عبارة عن Structure حرامية ممكن تكون قريبة أو شبيهة للStructure بتاعة الWork Breakdown Structure والفكرة بتاعته انه بتوريني كل الResources الموجودة عندي في المشروع على سبيل المسال ممكن يكون ده البروزيكت بتاعي بتاعي دي الResource عندنا Human Resources مثلا عندنا الماتيريال وعندنا ممكن يكون Equipments وكده طيب في Human Resources ممكن تكون مقسمة المانجمينت الإدارة عندي مسلاً انجينيرز عندي لابرز او ويركرز طيب الانجينيرز عندي سينير انجينيرز عندي كذا السينير انجريز انجينيرز عندي كده الجونية جونية انجينيرز عندي ثلاثة هنا عندي هنا واحد الليبرز عندي مثلاً كونستركشن ليبرز عندي كده هنا عندي خمسة وهكذا فيبقي هي عبارة عن استركشن بتورينا في النهاية الريسورس الموجودة لانه بناء على تقدير الريسورس لكل نشاط برضو او تقدير الزمن بيعتمد على الريسورس المتاحة لكل لكل نشاط طيب محتاج برضو للريسورس كاليندر والريسورس كاليندر انه هو ايز افيلابول انوين طيب المشروع بتاعنا مثلا محتاج لبزنس اناليست طيب البزنس اناليست وضعه شنو الان في الشركة هل هو متاح ونحن محتاجين له متين وهو هيكون متاح هيكون متاح متين لانه اذا حيشتغل عندي مثلا فيه محددة سينيريستاف قد اقدر لها زمن مختلف من يشتغل فيها جونييريستاف فيبقى برضو الريسورس اذا ممكن تكون متاحة لانشاط محدد قد تكون مختلفة ممكن يكون واحد برضو من الامفلة الواضحة اذا احنا نتكلم انو دارين نحفر بير طيب ما البير دي اذا حنحفر عن طريق ماشينس وكذا ممكن تاخد زمن مختلف انو حنشتغل معاني واللي يجو ناسح في روها بصورة 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 يدوية فالريسورس المتاحة ومتاحة متين هل هي متاحة للمشروع بتاعنا ولا لا بتلعب دور كبير جدا في تقدير هالفترة الزمنية بالنسبة للنشاطات طيب محتاج بتأكيد الالاكتيفتي دي لانا هقد لان نشاطات الاكتيفتي اتريبيوتز اللي هي الخصائص بتاعات اللي عندي علاقة بالزمن الاكتيفيتي ريصورسيز ريكوارمنس انو النشاط عشان نعمله قد يكون محتاج للريسورسز قدر اشنو محتاج للريسك ريجستر لانو قد تكون في بعض المعلومات الممكن تأثير لي على الزمن او تقدير الزمن بالنسبة للنشاطات اذا في نشاط فيه ريسك عالي على سبيل المسال قد اخذ تليه زمن احتياطي او قد اخذ تليه ريسيرف في الزمن محتاج يشوف برضو المؤسسة عندها شنو المشاريع السابقة موجود فيها شنو طيب التولسان تيكنيكس هستخدم الستمياتين تيكنيكس هنتكلم عنها و هعمل ريسيرف اناليسيز اللي هو بالنسبة له المخاطر انه ممكن محتاج اخذ زمن احتياطي قدر يشنو له كل واحد من النشاطات بالنسبة للنشاطات الممكن تكون موجودة فيها مخاطرة الاوتبوتس بتاعتنا هتكون الاكتيفتي ديوريشن استميات اللي هو حارف بعضين والله اخي اكتيفتي ون الديوريشن بتاعته ثريي ديز اكتيفتي بي الديوريشن بتاعته كذا و الى اخره برضو متوقع انه يكون عندنا الديت على بعض البروجيك دوكيمنت والقصة دي بيقى تواضحة بالنسبة لنا انه اذا في دوكيمنت فيما بعد هتيعتمد على الاستميشن اللي انا عملته هنا فيبقى اي تعديل اثناء البلانينج في الاستميشن في الاستميشن دي حيطلب بالضرورة انه اعمل update على كل الدوكيمنت اللي تبنت على الاستميشن اللي انا عملته هنا يعني ازا انت قدرت زمن بتاع النشاط مصير انه بياخد خمسة يوم والخمسة يوم دي اثرت لك بعدين على الاستميشن لو جيت راجحت مرة تانية قلت والله لا الخمسة يوم دي محتاج انه اخدت على مسلا يومين تبقى سبع يوم فده بيطلب انك تتعمل update على كل الدوكيمنت اللي بنيت على التقدير اللي حالته في الاول طيب لو ان احنا عندنا نشاط محدد ودائرين نحدد الفترة الزمنية بتاعته اه عشان نحدد الفترة الزمنية في الغالب قاعد يتم تقدير الزمن بناء على الافورت والافورت مقصود به المجهود الزمني ان احنا محتاجين له عشان ننجز مهمة محددة يعني عسبية المسال ازا احنا عاوزين نبني حايط طيب الحايط دائرين اه نقدر الفترة الزمنية بتاعت بناءه وكم فحقوم اشوف انه والله ياخد الشخص مسلا بيبني كم في الساعة فلقيت انه والله يا اخي الشخص ممكن يبني متر مربع في الساعة والحايط Belt والله اه المساحة بتاعته المربع عبارة عن تلاتين متر دا بيعاني بانه الحايط محتاج لتلاتين working hours واللي هي بالنسبة ليه في الحالة دي بيتمسل لي شو ما بيتمسل له الف Partnership لكن ده ما بيعاني انه الفترة الزمنية بتاعت بناء الحايط حتكون تلاتين ساعة لي لانه بتعتمد بعدين على الفترة الزمنية نحن ممكن نكون ما شغالناها والاجازات اذا بقت مسلا حتكون في اجازة او كده. فيبقى حاجة شوفة 30 hours دي. انا بشتغل كم ساعة في اليوم. على سبيل المسال شي انو نحن بنشتغل عشرة ساعات في اليوم. طيب معناته 30 hours equal 3 days. مش كده? طيب فيبقى بتاع النشاط بتاع بناء الحائط الديوريشن هي شنو? 3 days. لكن الافورت ان احنا محتاجين نقوم به عشان ننجز البناء بساولي 30 شنو? 30 ساعة. فيبقى الديوريشن هي عبارة عن الاكشوال amount of time اللي بنشتغل فيه بالاضافة ليه اللي هو الزمن نحن ممكن نكون ما شغالين فيه. بينما الافورت هو number of work days or work hours required to complete the task. في الغالب الافورت والديوريشن قد لا يكون القيمة بتاعاتهم متساوية. لكن في بعض النشاطات مثلا ممكن تكون الفترة الزمنية بتاعاتها بالساعات يعني وبسيطة قد يتساوى الافورت والديوريشن. او مثلا في بعض المشاريع اللي نحن قعدين نشتغل في شكل بتاع ورديات وما عندنا زمن بنكون فيه على سبيل المسال ممكن الافورت equal الديوريشن. طيب لما نجي للموضوع بتاع تقدير الزمن واحدة من الاشياء المهمة والبراكتيس المهمة في المشاريع انه نحن ناخد input من الناس اللي حينجزوا العمل في النهاية. فالناس اللي حيقوموا بي task. المهندسين حيكونوا مش فيه مسلا على task محددة. من المهم انه ناخد التقديرات منهم او ناخد input منهم بالنسبة ليه التقديرات. وبعد ذلك مفترض التقديرات ديتو بي او يتم مراجعته من خلال ناس عندهم خبرة ويشتغلوا في مشاريع قبل كده. القصة لانه الهيطة بتاع الناس اللي حيشتغلوا العمل في المرحلة بتاع التقديرات يديك حاجته يعني يعني يديك درجة بتاعة كورسي اعلى في البداية يعني هيدينا دقة اكبر في التقديرات لانه في نهاية زول بيشتغل الشغل قد يكون يعني اقدر على انه هو يحدد الزمن المحتاج له عشان ينجز عمل محدد. المسال التاني بيدينا لانه زول لو قدر قال والله انا بنجيز التاسك دي مسلا في يوم هيكون حريص بعدين انه فعلا هو يخلصه هيخلصه في يوم واحدة من السيئة الموجودة عندنا في تقدير الزمن اللي هو الموضوع بتاع البادنج او واللي هو البادنج مسلا عندنا زولة دي هنا قالت والله يا اخي ما عندها اي فكرة عن انه المشروع او التاسك دي هتاخد زمن قدريش لانها هي ما عارفة الحاجة الحاجة تتعمل كيف لكن الحاجة اللي هي هتعملها هتشوف البست قيس بتاعها وتقوم تقول والله يا خطاص دي انا ما عارفة بالضبط هي هتاخد زمن قدريشنو لكن اقول نحنا هننتهي منها مسلا في اسبوع للضمان احنا اخدتها في الاسكدول لانها بتساولينا تو ويكس واللي هو البادنج نحنا نحشي الجدول الزمني بتاعنا وتقديرات بتاعتنا بزمن غير مبرر ما بنقدر نبرره يعني او او يعني ما في ما في سبب بخلين احنا ناخد زمن زيده اا فالبادنج واحدة من البراكتيس السيئة وبنتج ليه في النهاية اا تقديرات او جدول زمني اا ما رياليستيك المدير بتاع المشروع والتيما الشغال ذاته هما they don't believe on it وبالتالي ام قد لا يمكن تحقيقه يعني او 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 ما يجتهدوا في انه هما يحقيقوا لانه عارفين انه زمن ده ما تم حسابه وفقا على على معطيات واقعية وحقيقية لكن برضو نحن في دارة المشاريع بنقول انه بتلاقينا حالات مرات فعلا بيكون عندنا تاسكس فيها مخاطر بالنسبة لينا ما واضحة طيب نقدر الزمن بتاعك ايوا فنقول لك والله يا اخي في الحالة دي اذا انت عندك تاسك ما واضحة بالنسبة ليك استمي الاشياء بمسمياتها this is the risk ده عبارة عن واحد من المخاطر الموجودة عندك and then the risk ده شهلو ام في تعامل معه بهناك بالاستراتيات بتاع التعامل مع حاولينا كده حاولينا كده تقللو حاولينا كده تتخلص منو اه وحتى لو اضطريت تخد احترات انك تخد زمن احتياطي لنشاط لانه فيه مخاطرة القصة دي بيتم حسابه اه وفق معادلات محددة في محددة مفترض انها اه تتعمل عشان نحسب المخاطر او حجم المفترض احنا اخدته لنشاط محدد فيبقى واحدة من الموجودة في ادارة المشاريع او في التقديرات ومفترض نحن ما نلجع لها في كل في اي حال من الاحوال طيب كيف نحن نعمل الاستيميشن اه عندنا اتجاهين ممكن نمشي فيه اللي هو نعمل والي هو في نهاية نقول والله الطاست دي بتاخد مسلا خمسة يوم زاد سيد او نمشي في اتجاه تاني زي نحن ما متأكدين في نقول والله يا اخي الطاست دي ممكن تاخد تلاتة يوم ممكن تاخد خمسة يوم او سبعة يوم نقوم نخدت الاحتمال الافضل بالنسبة لينا وفي الغالب والاحتمال الاسوأ بالنسبة لينا طيب اذا مشينا في الاتجاه بتاع الوان بوينت استيمياتين عندنا عدد من من الطرق ان احنا ممكن نستخدمها عندنا الطريقة اللولة اللي هو الانالوجوز استيمياتين او التوب داون ابروتش والتوب داون ابروتش انه انا قوم اشوف مشروع مشابه اشتغلناه قبل كده فعلينا ومشيشوف الزمن الاكشوال تايم ان احنا شو هو المشروع وبناء على جهة خط التقديرات بتاعتنا طيب الطريقة دي في التقدير بالتأكيد سهلة زور ما عنده خبرة ممكن بسهولة يلجع عليها ما دائرة ما دائرة experience سريعة ما بتاخد زمن يعني it's not time consuming بتديني طوالي quickest match لكن المشكلة بتاعتها الوحيدة انه الكورسي بتاعتها او الدقة بتاعتها ما بتكون ما بتكون عالية وده ليه سبب بسيط جدا لانه احنا قلنا انه المشاريع unique فيبقى ما عندنا مشروع في الغالب يشبه مشروع ثاني عكسها تماما عكسها تماما اللي هي عندنا ال bottom up فيبقى طوالي عكسها عندنا ال bottom up ال bottom up انك كنت تبدأ تقدر الحاجات من اقل ال level وتمشي ليه قداما يعني زي ما ضربنا مفعل قبل شوية احنا نتكلم عن بنابطة حيط بنقوم بنبدأ من الساعة انو والله يا اخي عندنا كم عامل والعامل بيشتغل بنجز قدر شنو في الساعة ونبدأ نعمل ال calculation z to build the estimation بتاعتنا from bottom ونحنا ماشيين ليه فوق bottom up دي بالتأكيد بتاخد زمن time consuming دايرة شوية حبة خبرة دايرة experience لكن في المقابل الا currency بتاعت شنو الا currency بتاعتها very high يعني قدرنا نعمل التقديرات بتاعتنا بالطريقة دي بالتأكيد تقديراتنا حتكون حتكون عالية طيب بالنسبة بالنسبة للمؤسسات اللي اشتغلت مشاريع كثيرة قد يقوم يستخدموا طريقة ثالثة في التقييم او في بعض المجالات الممكن تكون بيقات ماتيور بيقات ناطجة اللي هون قوم نستخدم الparametric estimating والparametric estimating انو من خلال الخبرة او من خلال البحث بنقدر نعرف العوامل الممكن يكون عندها تأثير كبير على الزمن او التكلفة لانو نفس نفس الطرق دي اخوان احنا نتكلم عنها بعدين لما او هي احنا نستخدمها نفس التكنيكس لما نتكلم عن تقدير التكلفة في المشاريع طيب على سبيل المثال مثلا في الصوفتوير احنا عارفين عندنا مثلا الفنكشن بوينت ممكن تساعدنا في التقدير اللي هو عارفين انو والله يا اخي عدد الانترفيس عدد الفنكشن سوف نفصلنا تبا امبليمنتد اللينكس مع الانظمة الثانية دي كلها ممكن تكون عبارة عن عوامل تأثر على الزمن على سبيل المثال ازا نتكلم عن عن مبنى اخوان حتى القصة دي الناس من غير ما يكونوا بسموها باية تسميتها على ارض الواقع بتلقاهم باستخدامها يعني الان لو مشيت لها مقاول مسلا عنده خبرة في المباني وقمت قلت له والله يا اخي دارك تديني زي شيشنا كده عندي واطة دائر ابنية دارك تديني تقدير اولي فحيقومي بداي يسألك بعض الاسئلة حيقول لك يا اخي طيب الواطة بتاعتك وين حيقول له الله مسلا في الخرطوم لانه وهو سألك السؤال لانه عارف انه طبيعة الارض ممكن تفرق قدر شنو مسلا في التكلفة او في الزمن حيقول لك المساحة كم لانه عارف المساحة بتلعب دور حيقول لك عاوي يستبني منها مساحة قدر شنو طيب كذا طيب كم طابق كذا شكله شنو بناء على المعلومات اللي بياخدها منك دي طوالي ممكن يقول لك والله يا اخي المبنى دا قد يكلف مبلغ ما بين كذا وكذا ممكن يكلف لينا ما بين مسلا ثلاثين مليون مسلا لي اربعين مليون طيب الكلام دا قالوا بناء على شنو بيقى عارف انه في اوزان محددة للاسئلة السألك لها دي وانه يا اخي الاوزان دي ممكن تأثر باي شكل على التكلفة او او الزمن طيب بس نحن طبعا بصورة علمية نشتغل بصورة بصورة افضل اللي هو بنعمل بعض التحليلات الاحصائية مسلا زي الريجريشن اناليسيز قلو نشوف العلاقة الموجودة مع بين مسلا الزمن ومع بين عامل تاني والعلاقة دي شكلها اشنو هل هي اه طردية هل هي عكسية اه بنخد في الاعتوار الموضوع بتاع نشوف مسلا في المجال ازا بنتكلم مسلا عن مجال بتاع الموجودة فيه في النهاية بتبقي عندنا معادلات محددة بقول لك والله يا اخ عشان تقدر الزمن للمشروع اه حتشوف مسلا عدد الطوابق بتضربه في كذا حتشوف عدد الغرف حتشوف نوع الواطب بتضربه في معامل كذا في النهاية بديك التكليفة او الزمن المفترض تشتغل عليه طيب الثري بوينت استماتين اه بدل ما احنا ندي استمات واحد زي ما اقولنا هندي ثلاثة اه ثلاثة استماتز والثلاثة استماتز دي الاستماتز الاول هو الاوبتيميستيك ازا احنا متفاعلين مست لايكلي في الغالب وعندنا البيسيميستيك ازا عدنا الموضوع بنظرة بنظرة الشاومية دي بكون دايما عنده القيمة الاعلى لكن طبعا في النهاية التغديرات الثلاثة دي محتلين احنا احنا اطلع منها برغم واحد بنستخدم مجموعة من الطرق ممكن استخدم مثلا السيمبل افريدش هو الترانجولر ديستربيوشن واللي هو باختصار اجمعهم واكسيمهم على ثلاثة طيب او بنستخدم البيثة ديستربيوشن او البيرت او الويتيت ميثود واللي هو بنجمع البيسيميستيك زايدا الاوبتيميستيك زايدا المست لايكلي لكن بنضربه في شنو في اربع فبالتالي القيمة في الوسط بنديها وزن اعلى بناديها اربع اضعاف الوزن بتاعه وبالتالي بنقوم نقسم على شنو على ستة اه عندنا البيتا استاندرد ديفياشن وده غير الستاندرد ديفياشن اللي بنعرفه في الاحصة اللي هو هنقول القيمة الاعلى ناقص القيمة الاقل على ستة ده لما نشتغل بالطريقة بتاعة البيتا اه بيتا ديستربيوشن طيب عشان توضح الفكرة عندنا هنا مثال اذا عندي اكتيفتي ايه البسيميستيك بتاعه سبعة وربعين ده يعني ده اخص زمن موس لايكلي يخلصه في سبعة وعشرين يوم والاوبتوميستيك كان اربعة عشر طيب اذا ده راح سيب الاكسبكتيد ديوريشن بتاع الاكتيفتي دي اه بالترانجولر ديستربيوشن معناته حجمه سبعة وربعين زايد سبعة وعشرين زايد اربعة عشر واكسمهم على شنو على ثلاثة واللي هي حتساوي لي تسعة وعشرين بوينت ثري نفس الحسابات دي بالنسبة لي بقيت النشاطات بي او سي او دي طيب لو داري استخدمه بالبيتا ديستربيوشن في الحالة دي حقومه قوي شنو معناته حقول سبعة واربعين زايد سبعة وعشرين في اربعة زايدا اربعة عشر مكسومة على شنو مكسومة على ستة واللي هي في الحالة دي حقومه انو البيتا ديستربيوشن بساوي لي تمانية وعشرين بوينت وان سيكس سفن طيب البيتا ستاندر ديفيشن زي ما عارفين قلنا بنشوف القيمة الاكبر ناقص الاقل معناته حقول سبعة واربعين ناقص اربعة عشر مكسومة على شنو مكسومة على ستة واللي هي ستساوي لي 5.5 في الحالة دي طيب لو قلنا لك اخر range of estimate بتاعنا متوقع بعدين يكون كم هو بساوي لي القيمة لنا وسلتلاقي هنا اللي هو الexpected duration plus or minus standard deviation يعني ستساوي لي الثمانية وعشرين بوينت وان سيكس سفن بلوس او ماينوس فايف بوينت ولي هي معناته حتبدأ معي من اثنين وعشرين بوينت سيكس لحد ثلاثة وثلاثين بوينت سيكس طيب الstandard deviation مني سفيد منه في شنو لو عاينت الان للقيم دي عندي عندي التاسكس الموجودة قدامنا هنا اللي هي او بي و سي و دي لو قلت لك والله يا اخي النشاط فيه ريسك اعلياته من حيث التقديري لانه هنا احنا معنات ما عندنا معلومات كافية عشان اقدر نقدره اه بصورة دقيقة من الواضح انه هو ليه لانه بتاعه قيمته اعلى تمانية فيبقى الريسك الموجود عندي في دي من حيث التقديرات اللي انا وضحتها هو اعلى من ال اي وال سي والدي وده بيساعدني بعدين في انه انا اعرف الريسك الموجود عندي في كل واحد من النشاطات دي وقد اقوم اتعامل معه من خلال الريسك اشوف انه كيف انا ممكن اقلل الريسك او التمانية دي اقللها لأقلل حد ممكن كيف وده طبعا بعدين برضو بقى الثيالي على انه انا مفترض اخد ريسيرف قدري اشنو لانه شاطة في الزمن لانه اه ما عندي معلومات كافية عشان اقدر اقدر الزمن بصورة اه بصورة دقيقة طيب البروسيس البعديه اللي هو develop develop schedule احنا لو بيقى كل المعلومات اللي عملنا في البروسيس السابقة دي بيقى موجودة عندنا نحنا جاهزين الان نقولها المشروع ده هيااخد زمن اه قدر اشنو طيب تدفولوب الاسكادويل محتاجين للسكادويل مانجمين بلان محتاجين للاكتيفيتي اللي هي باختصار شديد اخواننا دي كل الاوتبوتز بتاعة البروسيس ينو السابقة طيب التولسان تيكنيكس هستخدم النتويرك دياجرام اناليسيس او اسكادويل نتويرك اناليسيس هنستخدم الكريتيكال باف ميسود بنستخدم طريقة تانية اسمها الكريتيكال ميسود بنشوف بنعمل ريسورس اوبتمايزيشن تيكنيكس هنعين للريسورس برضو طبعا نعمل الجدول الزمني ونحاول نحسن من استخدام الريسورسيس حنعمل نحاول نضغط الاسكادويل بتاعنا حنستفيد من الليس سان لاكس حنستخدم الموديلينك تيكنيكس في المشاريع الكبيرة وبالتأكيد قلنا العملية بتاعة الاسكادويلينك من الصعب اني حنعملها بصورة مانوال في الغالب حنستخدم او سوفتوير بيساعدنا في يعني الجدول الزمني طيب الاوتبوتس بتاعتنا حنطلع بالبروجيكت اسكادويل حلاص حنقول لاينا المشروع دا الان عشان نحن نخلص وحياخد مننا سيكس منصص حنطلع بالسكادويل البازلين اللي هو سيكس منصص دي بالميليستونس الموجودة في عينه يوم واحد واحد نحن حنبدأ يوم اه اثنين تلاتة عندنا الميليستون واحد يوم اربعة خمسة عندنا ميليستون توانسون فيبقى دا البيزلين بتاعي لنا حقيس الاداة بتاعي بعدين عليه ولو حاجة حشوف في التواريخ دي انه فعلا الاداة بتاعي كان اه كان شكل شنو طيب بطلع با لطوف داتة عندها علاقة بالسكادويل لانه يتطبع مجرد ما حددت تجده للزمني بعدها الريسورسيز متين تجي المشروع متين توبي ريليست من المشروع الا اي نشاط عندك فيه مساحة بتاعت حركة قدري شنو فيه 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 فعندنا الوطوف داتة بتطلع عندنا مجرد ما احنا جهزنا الاسكادويل بتاعنا ودي مفيدة جدا بالنسبة لنا بعدين في ادارة اه في ادارة المشروع حنطلع بالبروجيك كالندرس التواريخ المهمة الموجودة عندنا في المشروع متين مفترض يحصل شنو وقد يحصل عندنا على بعض البروجيك دوكيومنس لانه الاسكادويل ده هيسر لي على عدد من المجالات المعرفية التانية مثلا زي الكوز زي ريسورسيز مانجميند البروكورميند كل كل معظم التانية هتتأثر بالجدول الزمني اللي انا هتلاع به من البروكورمين دي فيبقى اي تعديل في الجدول الزمني محتاجي انه توبديت الدوكومنس بداعة المشروع اللي بتعتمد اللي تعتمد عليهم طيب نبدأ بالكريتكال باثميسوت اللي هو تحليل المسار المسار الحريج لو نحنا قدامنا الدياقرام ده وقومنا ده نشوف المشروع ده حياخد آآ زمن قدري شنو طيب عشان نعمل الحاجة دي او عشان نحدد اجدو الفترة الزمنية اللي حياخد المشروع آآ انا عندي نشاطات النشاطات دي فين نشاطات بتشتغل بصورة متتالية زي الآي والدي والاتش وعندين نشاطات بيشتغل بصورة متزاوية متوازية يعني زي الآي والبي والسي فعشان اقدر الزمن محتاجي اشوف المسارات المختلفة بركز على النشاطات المتتالية هشوف اطول مسار موجود عندي بمعنى انه ولما نقول مسار معناتها بكم طريقة انا بقدر اصل من النود اي لنود بي للنود ايت عفوا عندي كم طريق ممكن اصلبه طيب عندي بالتأكيد ده مسار اللي هو ده المسار اللي هو بيمشي با او دي اتش جي. عندي مسار تاني اللي هو بي اي اتش جي. عندي مسار تالت اللي هو بي اف جي. وعندي مسار رابع آخير اللي هو الصي والجي اي جي. فيبقى الان في النتوورك이죠 موجود قدام قدامنا دنيا احنا عندنا اه اربعة مسارات. عشان نحدد الفترة الزمنية او اكثر فترة زمنية ممكن ياخذ المشروع حنشوف المسار الاطول من بين هذه المسارات الاربعة. وعشان نشوف المسار الاطول معنا نحطي اجمع بتاعت كل مسار. يعني المسار الاول حقوم اجمع واحد زايد اربعة زايد ستة زايد ثلاثة واشوف قيمته كم ولو قمت جمحتهم حلقه انه المسار الاول بياخذ اربعة احتاشر يوم المسار التاني بياخذ ستاشر يوم البعض ياخذ تسعة يوم اربعة احتاشر يوم المسار الاطول بالنسبة ليه الان هو شنو اللي هو Kelly از اتش فيبقى داع المسار الاطول اخ الكريتيكال باف بنسميه المسار المسار الحيء الحرج واللي هو الفترة الزمنية بتاعته بيتمثلي اخوانا اقل فترة زمنية ممكن انجز فيها انجز فيها المشروع يعني لو قال لناjuk المشروع يمكن ان تخلصوه فيه كم هنقوي له المشروع ده ممكن ينتهي في ستاشر في ستاشر يوم. ما قل من كده. لا يمكن ينجازه في ستاشر. انه لو حتى المسارات القصيرة دي لو انتهت. انت محتاجة تنتظر النشاطات الموجودة في المسار الحرج او في المسار الاطول. طيب. معرفة المسار الحرج بساعدنا في اللول في انه نحن نحدد الفترة الزمنية. بل اضافة لانه ادارة المشروع او ادارة الزمن بتاع المشروع دائري مننا تركيز على المسار المسار الحريج لانه اي تأخير في المسار الحريج قد يؤدي الى تأخير المشروع بمعنى انه عندي النشاط ده سي مسلا لو بدل ثلاثة يوم اخذ اربعة يوم ممكن ما يفرق الشي اللي هيحصل انه المسار ده من اربعتاشر يوم حيبقه شنو حيبقه خمسطاشر يوم لكن السيل المشروع بقدر ممكن انتهي منه في شنو في ستاشر يوم طبعا ده الموضوع بتاع وكده اذا فرضنا انه ما عندنا فيه مشكلة يعني اه فلاكن لو عندي نشاط موجود في المسار الحريج مثلا زي النشاط اي بدل خمسة يوم بيقى بياخذ سبع يوم ده معنى طوال المشروع بدل ما حخلصه في ستاشر يوم حينتهي في طمانتاشر في طمانداشر يوم فيبقى اذا انت عاوز المشروع بتاعك انتهي بعدين اسناء التنفيذ بتاع المشروع المسار الحريج دائر المراقبة والنشاطات الموجودة في المسار الحريج بنسميها اللي هي نشاطات حريجة بالنسبة لينا من من ناحية بتاعة ادارة الزمن يعني نشاطات حريجة من ناحية بتاعتدارة بتاع الزمن قد تكون هي حريجة من حيث المهام المفترض نقوم بها يعني قد تكون في نشاطات تانية اكثر يعني يعني اكثر منها اكثر حرجة منها لكن من ناحية بتاع الزمن دي النشاطات البتأثر لنا على الجدول على الجدول الزمني. طيب نحن ذكرنا قبل شوية قلنا انه الله يا اخي لما نحدد المسار الحرج بنلقى عندها نشاطات ما موجودة في المسار الحرج قد تكون فيها مساحة بتاع الزمن يعني يمكن انها تتأخر وما تأثر لي على نهاية المشروع ودي ما يعرف بالفلوت او الاسلاك ودي معلومات مهمة جدا لازم آآ لازم عارفة لكل نشاط لانه حاستخدمها اثناء البلانينج وقد استفيد منها بعضين آآ اثناء التنفيذ بتاع المشروع لما تكون عندي مشاكل في جدا ولا زينا بعرف انه يعطوا نشاط ممكن اخذ منه ريسورس لانه فيه فترة بتاع الزمن وبالتالي اسرع نشاطات آآ متأخرة انسعون. طيب الفترة الزمنية المتاحة عندنا في نشاط دون التأثير على نهاية المشروع بنسميها فلوت او اسلاك وعندنا مننا انواع طيب عندنا توتل فلوت او اسلاك توتل فلوت او اسلاك وهده عبارة عن شنو عبارة عن الزمن الممكن تتأخره من غير ما تأخر لي البروجيكت او الموجودة في النص يعني عندي ميلي ستون وصد يحصل في زمن محدد عنده نشاط ممكن يتأخر وبيتأخره ده ممكن يأخر لي النشاط اللي جاي بعد يوم لكن في النهاية التأخر ده ما بأثير لي على اا مايلي ستون قريب وما بأثير لي على نهاية المشروع فايبقى دار يشوفانه النشاط ممكن يتأخر قدرشنو وممكن يأثر يأثر لي على النشاطات البعديو في في نفس process في نفس المسار لكن ما بأثير لي في النهاية على شنو على نهاية المشروع وما بأثير لي على الموجودة اللي هو التأخر ممكن يحصل في نشاط من غير ما يؤثر على اي نشاط تاني. فيبقى النشاط ده ممكن يتأخر قدر شنو من غير ما ياثر لي على بداية النشاط التالي له مباشرة. والبروجيكت ممكن بتاعنا كاكل يكون عندنا فيه فلوت او سلاك. واللي هو انه المشروع ممكن يتأخر قدر شنو من غير ما اخش في اي اشكالات مع الكستمر لانه العقد بتاعي مسلا مع الكستمر انه اخلص المشروع في ستة شهور. لكن لما اجيت حسن تجد ولا زواني بتاعات قلت ان انا بخلص مسلا في خمسة شهور ونص. بيبقى عندي فلوت او سلاك في البروجيكت ده مقدار واسبوعين ممكن مشروع يتأخر لحد يسبوعين من غير ما اخش في اي اشكال مع الكستمر. طيب الفلوت او سلاك بنحسبه كيف? عندنا طريقتين عندنا الستارت فوميولا وعندنا الفينش فوميولا. الستارت فوميولا بتقول لي الليت ستارت ناقص الايرلي ستارت والفينش فوميولا بتقول لي الليت فينيش ناقص الايرلي فينيش. طيب عشان نفهم القصة دي نتخيل بانه عندنا مشروع عندنا فيه نشاط اي ونشاط بي ونشاط سي وايو حفين بياخذ الفترة الزمنية الظاهرة قدامنا اي خمسة وبي عشرة وسي سبعة طيب بالنسبة لين مسار الحرج وين اوالحاجة المسار الحرج هو المسار ده اللي هو المسار بي شنو بي سي ليه لانه فيه الزمن الاكتر لانه ده سبعة احتاشر وده هنا خمسة وسبعة اتناشر طيب عشان اقوم احسبا للفلوت او الاسلاك محتاج انه انا مشي في النتويرك ديجرام او كده يعني core والض ومحتاج انه هاي يراجع فيه وزياني اي نوعولود عشان نحسب قيم من محددة طيب اما نق 없는 البداية هنا بقوم باحسب Fresh service the early value عفوا اللي هي باحسب early start والearly والearly finish وطيب عشان حسب early start والearly finish بقوم بي ببدا مسلا بالنشاط اي بقوم بقول ابنر زي ما ممكن نبدأ فيه النشاط اي كاما اللي هو ازا فرضي نوحو بنبدأ المشروع في زيرو في الفترة الزمنية زيرو يبقى الا ده ممكن ابدأه في شنو في زيرو طيب اذا بدأته في زيرو ابدأ زمن the early finish بتاع ايه حيكون كم لانهو بياخد خمسة يبقى بنتهي في شنو في خمسة كذلك بالنسبة لابي ابدأ زمن ممكن انتهي فيه ابدأه فيه بي زيرو وبالتالي ما ممكن اخلصه قبل شنو قبل عشرة طيب بالنسبة لأسي ابدأ زمن ممكن ابدأ فيه السيمتين the early start of سيمتين بالتأكيد هو عشرة لانه السي بتنتظر شنو بتنتظر ال b تنتهي فما هتبدأ باي حال من الاحوال قبل شنو قبل عشرة طيب اذا بديت عشرة يبقى ال early finish بتاعه هيكون كم هيكون سبعتاشر ودل الفترة الزمنية بتاعت بتاعت المشروع طيب بنجي الان بنشتغل العكس بي بقول يا اخي السيد ممكن تتأخر لحد متين محنطة طريقة تتأخر لانها هي في المسار الحريج فيبقى سبعتاشر اه اذا اتأخرت لحد سبعتاشر هتبدأ متين يعني اذا اخرنا البداية بتاعاته ممكن اخر الحدي متين ممكن اخر الحدي عشرة نجي بالنسبة ليه ال b ال b ممكن اخر النهاية بتاعاته الحدي متين طبعا عندها علاقة باللاتي ستارت بتاع البروسيس الجاية بعدها. فيبقى هنا عشرة. وهنا زيرو. طيب لكن بالنسبة للأي الوضع المختلف. لما نجي هنا للاي ممكن ااخر النهاية بتاعها الحدي. ممكن اخير الحدي عشر. لانه دي ممكن تتأخر في البداية بتاعها الحدي شنو? لحد عشرة. فيبقى هنا عشرة. عشرة ناقص خمسة بالساولية شنو? خمسة يبقى ده اللاتي ستارت بتاعه. طيب لما نجي عندنا نقولنا طريقتين ايما اه استارت فوميولا او فينش فوميولا. طيب الاسارت فوميولا بيقوم بطرح د Learn. والfinish فوميولا بطرح د Learn. فيبقى هنا الفلوت الموجود عندي في ايه بساولي خمسة ناقص صيح اللي هو بساولي خمسة او بساولي برضو عشرة ناقص خمسة اللي هو بساولي شنو بساولي خمسة. اتلاحظه الآتي انه النشاط bi والنشاط سي ما موجود فيه ميه فلوت بيساوي زيرو لانه عشر ناقص عشرة زيرو وده هنا زيرو ليه لانه اخوانا دير موجودين في المسار في المسار الحريق ودائما النشاطات الموجودة عندنا في المسار الحريق ما فيها فلوت او فيها سلاك لانه ما فيها مساحة بتاعت اه بتاعت تأخير طيب اه لما نحن اخوانا اه نقدر الجدولة الزمني بتاعنا اه في الغالب عندنا زي بيكون مخطوط في اله في اله في اله وتوضع من البداية لانه المؤسسة لما قررت انها تخش في المشروع زي عملت اه خطة زي جدول زمني اولي بالنسبة ليه المشروع طيب ان كيس انه نحن نجينا والله ياخد جدول الزمني بتاعنا ده اطول من الفترة الزمنية الموضوع على المشروع يعني على سبيل المسار والله ياخد المشروع المستنى في ستة شهر لكن لما جينا قدرنا الزمن بتاعنا او بنتهي في سبعة شهر طيب نعمل شنو هل نرجع طويلة لدائرة نقول لهم والله يا اخوانا المشروع المشروع ما بنتهي في ستة شهر لا بيقول لك يا اخي دايما حاول انك تتعمل حاول انك تتضغط الجدول الزمني بتاع قدر اللي كان بمعنى انه تستنفد كل الفرص المتاحة جدامك حتى بعدها ممكن تلجأ وتطلب تغيير او تقول انه لا يخل المشروع لا يمكن الانتهاء منه في الفترة الزمنية المحددة طيب لو دائر دائرة قلل للفترة الزمنية بتاعتي بتاع المشروع وحامل شنو قال لكم الله يا اخي عندك طريقتين الطريقة الاولى اللي هي الفاست تراكين والفاست تراكين انه يكون عندنا نشاطات بتحصل بالتتابع بالشكل ده اقوم حاولين اشتغلها اشتغلها برا ليلي طيب الفاست تراكين المشكلة بتاعته شنو طبعا الفاست تراكين طوالي الريزك الموجود فيه او المخاطرة الموجودة فيه انه ممكن تأثير ليه على شنو على الكورة ليلا انا كنت في الحال دي قعد تلعب على الديبندنسي يعني عندك نشاطات مفتوى تشتغل بالتتابع بالشكل ده منطقيا في انت قلت حاولت تشتغل جزء منها بصورة متوالية يبقى انت لعبتها في الديبندنسي الموجودة مع بين النشاط ده والنشاط ده مش كده الجسطة دي قد يكون عندها اثر على الكوالاتي ودي المشكلة الموجودة فيه طيب انه اقوم احاول في الاول واذا ما نجحت اقوم تو ااد مور اورسورسيز وعدسطة يقوم اشوف بعض النشاطات مثلا اللي ممكن يكون فيها فلوت او فيها سلاك يقوم اشيل منها بعض الرسورسز اممكن استفيد منها انه اضيفة اليه نشاطات موجودة في الكريتيكالباث وبالتالي اسرع من الوتيرة بتاعت العمل في النشاطات موجودة في في الكريتيكالباث وقال لي للفترة الزمنية بتاعتها دلت جسمن طيب او اقوم اطلب ريسورسز اضافية بالنسبة للمشروع اضيف حدد بتاعه ما زيادة اضيف اه موارد اضافية بالنسبة ليه المشروع ودي طبعا المشكلة بتاعته طوالي الكراشنج ممكن يأثير ليه على شنو على الكورس قد يعني ليه انه في زيادة زيادة في الكورس طيب اه في بعض المشاريع بزيادة المشاريع الكبيرة قد نضطر نعمل والموديلينج نعمل عملية بتاع بالنسبة ليه المشروع واحدة من الطرق المشهورة نحن قاعدين نستخدم اللي هي الطريقة بتاعت مونتي كارلو اه اناليسيس وهي من خلال نحن بنحاول نجاوب على بعض الاسئلة انه البروباليتي الاحتمالية بتاعته نحن نخلص المشروع ونسبسيفيك دي ونسبسيفيك كوست بيتكلفة محددة النشاطة ممكن تكون موجودة في الكريتيكال باس الاوبرول برويكت ريسك بتاعتنا او المخاطرة الكلية الموجودة عندنا في المشروع اه جزء من الحاجات برضو المفترض نحن نقوم بها كجزء من الاسكدول انه نعمل ريسورس اوبتمايزيشن طيب اول حاجة جزء من الريسورس اوبتمايزيشن لازم نعاين للنعمل ريسورس ليفلينج والرسورس لازم تتاكد بانه ما عندك ريسورس قاعد يتم استخدام اكتر من مية في المية يعني كل الريسورس مفترض يكون الاستخدام بتاعها اقلها من شنو اقلها من مية في المية ودي معلومة دايرة تحليل لانه قد يحصل اصنا ما انت شغال في الاسكدول تقوم تاخد ريسورس شغالة في نشاطين بيحصلوا في نفس الزمن متوازيين وهنا خاتيه ان الزول دا بفضل يشتغل تمانية ساعة وتمانية ساعة فنوزه يشتغلك ورديتين مسلا على سبيل المسال فيبقى لازم اتأكد بانه كل الموجودة عندي انه فينا الاستخدام بتاعها اقلها من شنو اقلها من مية في المية ومحتاج انه طوال يعمل عمليات في الجدول الزمني قد اقوم والله النشاطين دايل بيشتغل فيهم نفس الزول ولما اختينا جدول خاتين نتوك ديجرام لجرام انه مفصاد يشتغلوا في نفس الوقت قد اقوم اضطر اخر واحدة فيهم او استفيد من من الاسلاكة والفلوت الموجود في واحدة فيهم وعدل في جدول الزمن قد امد دا الزمن عشان اخر واحدة لانه والله ما عندي زول ممكن اعمل الحاجة دي غيره فلازم اراجع الريسورس واشوف بتاعه وتأكد بانه اقل من مية في المية لاستخدام بتاع كل واحدة من الريسورس طيب الحاجة التائم احتاج انه برضو عمل مش بس قد اقوم اشوف انه كيف انا استفيد من الموارد الموجودة عنده الاستفادة الافضل وسهل من المجهودة الادارة ممكن انا اقوم بيو لادارة هذه الريسورس واشان نوضح المسألة دي نفرض انه عندنا مشروع فيه تلاتة نشاطات اي و بي و سي اي بياخد يومين بي بياخد خمسة يوم و سي بياخد تلاتة يوم اي محتاجة لعاملين سي محتاجة لعاملين و بي محتاجة لاربع عمال النشاطات دي بتشتغل بصورة متوازية طيب اذا كان عينا هنا بطبعا بتلقى انه المسار الحريك بتاعنا هو النشاط بي لانه هو بياخد الفترة الزمانية الاطول و دمه ما ما قدر نلعف فيه فيزا قمنا بداية النشاطات دي كلها مع بعض هتلاحز بانه في اليوم الاولنحنا محتاجين لعدد تمانية تمانية عمال اللي هو آآ 2 يكونون شغالين في النشاط سي اربعة يكونوا شغالين في النشاط بي والنفرين يكونوا شغالين في النشاط ايه. اه بعد يومين النشاط ايه بينتهي. حيفضل محتاج لي احبقى محتاج ليه كم? ليه ستة اللي هو اربعة هنا زايدين اتنين هنا. بعد اليوم الثالث النشاط سي بينتهي. حيفضل عندي اربعة عمال موجودين في بي. طيب لو جيت عينتا حلقة انه ايه و سي ديال فيهم اللي هو يعني ببساطة شديدة ايه عندنا فيها بساولي سري دايس مش كده? وعندي سي هنا فيها بيكوال تو دايس. لو حاولت انه استفيد من المعلومة دي في انه استفيد من الريسورس بيصورة افضل وقالي المجهودة لداري. حلقة انه ازا اخرت سي استفيدت من الفلوت بتاع بدل ما تبدو طوال وقمت اخرتها يومين. حبقى محتاج لي عدد بتاع ستة عمال خلال فترة فترة المشروع اللي هو محتاج لي اربعة واثنين هنا. الاثنين دي الزات ممكن استفيد منهم في سي ازا كان ممكن والنشاطات دي متشابهة يعني. بالتأكيد من احب تحت دارة افضل انه انا ادير عدد بتاع مستقر اا او اقل افضل انه انا ادير عدد اا غير مستقر مرة بكونه تمانية مرة بكونه ستة ومرة بكونه اا مرة بكونه اربعة. فيبقى دا دا المقصود بالريسورس اا اسموثينج. طيب عندنا الكريتيكال كين والي هي برضو اا محتاج انه ارجع واشوف الجدول الزمني بتاعي والكريتيكال كين بتاعين لينا للشيرد ريسورسيز والي هي قامت الصلا على يعني. واللي هو دايما احنا اخوانا الموارد محدودة يعني. وإلا كان لو ما محدودة ما كان بيكون محتاجين احنا ذاته للعلم بتاع الادارة وكزا. فالمحدودية بتاعت الموارد دايرة من انا اا ادارة بصورة بصورة جيدة. وبقول لك دايما المشاريع واحدة من المشاكل يعني الموجودة فيها وممكن تأدي له تاخيرة. اللي هو الموضوع بتاع الشيرد ريسورسيز. الموارد الموارد المشتركة. طيب الشيرد ريسورسيز. اا ازا كانت داخل المشروع ما بين الاكتيفتين بتاع المشروع. او حتى ما بين المشروع ما بين مشاريع شنو. ما بين مشاريع مشاريع مختلفة. طيب الطريقة بتاعت الكريتيكال بتحاولينها تومينيمايز الملتي تاسكين اول حاجة قدر القدر الامكان. اا ما دارينزول يكون شغال شيرد ريسورسيز. اا يكون شغال يعني ازا شيرد ريسورسيز فاكتر من تاسكات السيام تايم. وده كويس. عندنا شخص واحد مفترض انه يشتغل فيهم. في ازا يشتغل ملتي تاسكينج. اا الزول ده حيقوم سيه انه بيشتغل خمسة يوم في الطاسكة اللولة. حيقوم فيك يشتغل خمسة يوم في الطاسكة الثانية يرجع يشتغل خمسة يوم في الطاسكة الثالثة. بعدها يرجع للطاسكة اللولة. الطاسكة اللولة هيخلصها بعد كم? بعد عشرين يوم. هيرجع يشتغل خمسة يوم في الطاسكة اتنين. يخلصها بعد خمسة وعشرين يوم والتاسكة الاخيرة هتخلص بعد ثلاثين يوم. طيب ده وازال ملتي تاسكين. ده اذا فرضنا انه المعاملية بتاعت ال ال بتاخد زمن زاتي يعني. يعني زول ده مركز لما نخلي التاسكة يومش للتاسكة التانية ما قاعد ما قاعد يتأخر. لو قارننا نفس الحالة دي مع انه ياخذ زول ده اذا منعناه منه يشتغل ملتي تاسكين حيشتغلنا في التاسكة اللولة عشر يوم حيسلمنا لها بعد عشر يوم. التاسك التانية بعد عشرين يوم وكزا. الافضل ياتوا من ناحية بتاعily تاوتبوت بالتاكيد الحالة دي لانه انا بعد وقت الى القليل عندي وبعد عندي مقارنة بمقارنة بم Bieber في الحالة التانية. في أبقى عندي هنا تو وهنا عندي وي لها م смог فمن الافضل الافضل انه يكون المشروع بتاعنا ما في ملتي تاسكين غيرا حاول ما غيرا نقدر ننتهي منها تماما لكن نحاول انه توميمايز Wellsification لأقل لحد لأقل لحد ممكنydi. طيب هي عبارة عن سلسلة. بتمر علي بالاكتيفتيز اللي بتستخدم شيرد ريسورس يعني في الحالة دي لو شايفين الخطة المتقطعة ده النشاط ده بيستخدم اكس ده عبارة عن شيرد ريسورسز. ده عبارة عن شيرد ريسورسز. طيب بتقول الاتي بتقول انه يا اخي اي بتاخد شيرد ريسورسز حقه نخد قدامه زي فيدين بفر وللي هو عبارة عن ريسيرف أوف تايم. ان كيس انه الشيرد ريسورسززي ما كانت افيلابل تايم نقدر نستفيد من الفيدنج بفردة. بالنسبة للمشروع قال لك اي نشاط تاني ما تخد تليه اي ريسيرف. لكن خد ريسيرف واحد بالنسبة لي البروجيكت بتاعنا اه ودي عبارة عن عشان نستفيد منه انه حصل عندها تأخير في اي واحدة من النشاطات النشاطات التانية. طيب اخر موجود عندنا اللي هو ودايرين نراقب الاداة بتاعنا من ناحية بتاع الجدول زمني ودايرين التأخير الموجود في المشروع بتاعنا طيب بالتأكيد محتاجين للبروجيكت محتاجين للسكدول لانه الجدول لازمين بتقدر تديره يا اخوانا من غير السكوب مسلا ما تقدر تديره من غير الكوست. في علاقة قوية جدا موجودة بين عاتهم. محتاج للبروجيكت سكدول والكالندر التواريخ المهمة الموجودة الموجودة عندك السكدول لانه فيو الميليس سونس بتاعتك. محتاج لمعلومات عن اداة بتاعك انت عن جس شنو وشوف برضو المؤسسة عندها شنو من ناحية بتاعات طيب التولس عن تكنيكت حتراجع الاداة بتاعك بصورة مستمرة. حتحاوليك تعمل لانه عشان تعالج التأخيرات الموجودة عندك. حتحاولي تستفيد من متى ما بيقى عندك تأخير قد تقوم تلعب في الموضوع بتاع حاول تعمل ما بين النشاطات زي ما زي ما شفنا نستخدم تكنيكز ازا كانت فاستراكين او اطلب زيادة وهستخدم تولس اللي عنا قبل شوية كلها. وحستخدم لانه برضو ادارة الجدول الزمني ومراقبته من الصعب نعمل الحياة ديمانية ولكن من خلال البرامج بتاعة ادارة المشاريع ممكن تكون المسألة ديها اسهل. طيب هنطلع بسكدوي الفوركاست هنقدر نتنبع بينه هل حننتهي وانتايم ولا لا. وبالتالي حيكون عندنا معلومات عن الاداة بتاعنا من ناحية بتاع الجدول الزمني. قد يكون عندنا ما بين الجدول الزمني لا يمكن معالجة في الجدول الزمني مع بين مع بين الخطة ومع بين الاداة الفعلية لا يمكن معالجتها قد نطلب تمديد مسلا في زمن الزمن المشروع. واذا تمت الموافقة على محتاجين بتاعتنا. طيب الموضوع بتاع control schedule we are going to revisit again. هنرجع له مرة ثانية لما نتكلم عن ال cost اللي هو هنتكلم عنه كيف تكونترول الجدول الزمني والسكوب والcost as the same time. اخر حاجة موجودة عندنا هنا ده عن مثال كيف انه ممكن تساعدنا في متابعة الجدول الزمني. هنا مرسوم اه بيوريك يقارن لك الخطة بتاعتك مع الاداء الفعلي ويوريك وانها مفترض كانت تكون متين وحصلت متين وطبعا عشان تستفيد منها الاستفادة القصوى معناه مفترض تغزي البرنامج او بمعلومات حقيقية اه عندها على او بالاداء بتاعك اه الفعلي. طيب كده نكون احنا انتهينا من ال knowledge area الثانية اللي هي schedule management وان شاء الله في المحاضرة القادمة حدنا نتكلم عن knowledge area الثالثة او البتمسي اللي واحدة من في المشاريع اللي هي ال cost management السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.